فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية وقد بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالحكمة التي هي سنته وهي الشرعة والمنهاج الذي شرعه له فكان من هذه الحكمة أن شرع له من الأعمال والأقوال ما يباين سبيل المغضوب عليهم والضالين قال تعالى هو الذي يرسل رسوله قال الله سبحانه وتعالى هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتل عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وقال جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم فالكتاب هو القرآن والحكمة هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم من أعمال وأقوال وتقريرات هذه هي الحكمة فالنبي صلى الله عليه وسلم كما أنه أوتي القرآن أوتي السنة فهي وحي من الله عز وجل وهي الوحي الثاني بعد القرآن الكريم قال الله جل وعلا في حقه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فالحكمة هي السنة التي جاء بها صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال وتقريرات نعم ترجمة نانسي قنقر